موسيقى أضاءت قمة بورج بايوكي الشهير ببانكوك يوم الخامس بألوان العالم المغرب الأحمر والأخضر وذلك بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى السادسة والستة لعيد الاستقلال المجيد وذكر البلاغ لسفارات المملكة ببانكوك أن بورج بايوكي الذي يبلغ ارتفاعه 310 مترا أضاء بألوان العالم المغربي من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل وأن هذا العرض قد تمبته وتدوره على نطاق واسع المواقع التواصل الاجتماعي ولقى صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام وساكنة عصيمات بانكوك ونوحيها وأضف المصدر ذاته أن السافية صاحب جلالة بتايلون عبد الإله الحسيني أكد بهذه المناسبة أن هذه الذكرى المجيدة بالإضافة إلى كونها فرصة الاحتفال بانتصار وتلحم إرادة العرش والشعب هي أيضا عقيدة راسخة بالنسبة للمملكة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل السيرورة بناء المغرب المظاهر والحديث والموحد وشتد الدبلوماس على أن هذا الاحتفال اليوم بذكرى السادس والستي لعيد الاستقلال يعكس العلاقات الصداقة والتعاون المدينة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة تايلون والتي نعرف جقد دمان متميز خلال السنوات الأخيرة بفضل إرادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك ماها